اشتركوا في القناة دين دياس وزير خارجية جمهورية اليونان لتنظيم عقد هذا المنتدى المهم مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات التي من شأنها تقوية أواصر العلاقات بينهم لما من شأن خدمة المصالح المشتركة من جانب عرب سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الذي يجمع الدولا مهمة في المنطقة يجمعها تاريخ ممتد من التعاون المشترك ورغبة صادقة في تعزيز جهودها ومساعيها الخيرة لتوثيق علاقات التعاون المشترك لخير وصالح شعوبها وقال إن هذا اللقاء الأخوي أتاح فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر والتباحث في عدد من القضايا الإقليمية المهمة وعلى وجه الخصوص تحديد الأمن والاستقرار الإقليمي والسبل الكفيلة بتكثيف التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق السلم والازدهار لصالح شعوب المنطقة في ظل التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة وأضف أن أصحاب السمو والمعالي تدارسوا مجالات التعاون المشترك في مرحلة ما بعد مواجهة جائحة فيروس كورونا خاصة في مجال الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية ومجالات أخرى معربا عن ثقته بأن ما تم توصل إليه من تفاهمات بهذا الخصوص سوف يؤدي إلى نتائج طيبة من شأنها أن تحقق الأهداف المشتركة لهذه الدول الصديقة ونوها سعادة وزير الخارجية بما تم بحثه من قضايا تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية وانعكاسها على أمن والاستقرار المنطقة وعلاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الدول المشاركة ورغبتها في تعزيز وتنميتها في مختلف المجالات في خدمة للمصالح المشتركة وبما يسهم في الحفاظ على أمن والاستقرار والزهار هذه المنطقة الحيوية وتلبية تطلعات شعوبها في حياة كريمة آمنة ومستقبل أفضل ترجمة نانسي قنقر